بمناسبة عيد الفصح احتشد عشرة ألاف الأشخاص في ساحة القديس بوترس وسط الفاتيكان حيث أقام البابا فرانسيس قداسا وألقى خطابا دعا فيه إلى استخدام سلاح الحب لمحاربة العنف والتطرف قداس عيد الفصح شهد حضور شخصيات سياسية مرموقة من بلدان مختلفة البابا تترق خلال خطابه إلى ضحايا هجمات بروكسل وأضعف الرب يقربنا في هذا العيد من ضحايا الإرهاب ولهذا النوع الأعمى والوحشي للعنف الذي لا يزال يؤدي إلى سيلان المزيد من الدماء في مناطق متفرقة من العالم البابا فرانسيس أعرب أيضا عن أمله في أن تحل المفاوضات الصراع في سوريا حتى ينتهي التدمير والقتل الذين تشهدهم البلاد البابا دعا أيضا إلى حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحل الصراعات في اليمن والعراق وليبيا وجنوب السودان